اشتركوا في القناة وان كريستوفر روبن هو اسم صبي حقيقي مؤلف قصة اي اي ميلن استوحى شخصية كريستوفر روبن من ابنه اعطى اي اي ميلن ابنه دبا محشوا في ايدي ميلاده الاول سماه ادوارد اعطى الدب للهامل ميلن في قصصه عندما كبر الابن لم يعجبه ان يكون شخصية في قصص والده وكلما كبر اكثر قام اصدقاؤه باغاظته لكونه جزءا من قصة للاطفال الصغار حورية البحر الصغيرة احد اكثر افلام ديزني المحببة واريل من الواضح في الفيلم ان حوريات البحر حقيقيات لكن الموضوع اكثر اثارة للجدل في الحياة الحقيقية على اي حال يعتقد الكثير من العلماء ان حوريات البحر موجودات فعلا وقد تم العثور على ادلة تشير الى امكانية وجودهم فعلا رأى سياح في بلغاريا ما اعتقدوه انه فقمة على سخرة لكنهم عندما قربوا صورة الكاميرا رأوا حورية ادالت المخلوقة رأسها بسرعة وعادت الى المياه في بريطانيا كان رجلان يصطادان على قارب عندما قفزت حورية او ما يبدو كأنها حورية من الماء وحدقت الى الكاميرا يظن بعض الناس ان هذه الصور قد تم تعديلها حتى يحصل المصور على بعض الاهتمام فيما يعتقد اخرون بحقيقة وجود الحوريات انه لغز لن نتمكن ربما من الحصول على جواب صحيح له بوكاهنتس وهو اسم فيلم من انتاج ديزني عن فتاة هندية اسمها بوكاهنتس قامت بانقاذ رجل انجليزي اسمه جون سميث من القتل على يد والدها ووقع الاثنان في الحب حسنا كانت هناك بوكاهنتس حقيقية وبعض الحوادث التي حصلت للفتاة الهندية مشابهة لتك التي حدثت في الفيلم في الرسوم المتحركة وفي الحياة الحقيقية كانت بوكاهنتس امرأة هندية من فيرجينيا ولدت في ملواكي كما انها انقذت جون سميث من القتل على يد والدها الفرق هو انه عندما حدث ذلك كان عمرها 11 سنة وعمر جون سميث كان 28 سنة لم يحظى الاثنان بعلاقة رومانسية ابدا بعد ان تزوجت عرفت بوكاهنتس بريبيكا وولف فينس وفرب فينس وفرب هو احد اكثر مسلسلات الرسوم المتحركة شعبية على قناة ديزني يتحدث العرض عن شقيقين يتم ضبطهما في مغامرات جنونية تحاول اختهما كانديس دوما توريط اخويها في المشاكل لكنها لا تنجح في ذلك ابدا لان والدتها لا تصدقها خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت الكثير من القصص عن فينس وفرب اساسها اشخاص حقيقيون وفقا للقصة هناك فتاة حقيقية تعاني من انفصام في الشخصية وبسبب مرضها غالبا ما تتخيل مغامرات جامحة يكون اخواها جزءا منها وكونها مريضة فان والدتها لا تصدقها هذه القصة تشبه الى حد كبير ما يدور في المسلسل هو قارع الجرس في فيلم ديزني احدبو نوتردام يختبئ كوازيمودو في الفيلم في الكاتدرائية بسبب منظره المختلف الذي يعتبره كثيرون قبيحا ومخيفا اظهرت الابحاث الحديثة وجود كوازيمودو في الحياة الحقيقية لكن ذلك لم يكن اسمه على اي حال في القرن التاسع عشر صلح رجل يدعى هنري سيمسون بوجود نحات حجارة عاملة في كاتدرائية نوتردام وذكر بان الرجل كان وحيدا ولديه حدبة مما اكد واقعية القصة كما تم اكتشاف هيكل عظمي حقيقي وله حدبة في باريس خلال الفترة ذاتها تيمون وبومبة من بين شخصيات ديزني التي تتواجد في الحياة الحقيقية هما تيمون وبومبة هما الاكثر روعة وخروجا عن المألوف من بين الشخصيات المحبوبة والممتعة في الفيلم في فيلم ديزني تيمون وبومبة تيمون هو حيوان السرقات وبومبة هو الخنزير وهما حيوانان لا يقضيان الوقت معا في الحياة الواقعية لكن في منتصف السافانة الافريقية تمكن مصور فوتوغرافي من التقاط صورة لسرقات وخنزير حقيقيين يسيران معا ربما سمع بالفيلم واكتشف بانه يفترض بهما ان يكون اصدقاء ماري بوبنز ماري بوبنز هي مربية اطفال محبوبة تستخدم الغناء والسحر لتسلية الاطفال في عهدتها ما قد لا تعرفونه هو ان شخصية ماري بوبنز مستوحاة من امرأة حقيقية ربما لم تكن قادرة على استخدام السحر لكنها احبت حقيقة كونها مربية كان اسمها بريندا اشفورد وقد عملت مربية لاثنين وستون سنة خلال ذلك الوقت اعتنت باكثر من مئة طفل كانت مجتهدة فعلا في عملها كمربية حيث ارتادت مدرسة للمربية عندما كانت في الثامنة عشر من عمرها كما قامت بتأليف كتاب حول تجربتها وحبها لعملها كمربية عنوان هذا الكتاب هو لا تهتم بالورقة والخيط حقق الكتاب نجاحا ساحقا وبعمر اثنين وتسعون سنة ادت دبلجة لشخصية ماري بوبنز الحقيقية اذا اعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون اول من يتوصل بجديد الفيديوهات اشتركوا في القناة